أصدقائي أهلا بكم من الأسئلة التي تطرح علي باستمرار من أصحاب المواقع والمتاجر الإلكترونية المبتدئين وهي كيف يمكنني أن أعرف أن متجري أو موقع الإلكتروني مفتوح أو مغلق وكذلك إذا أدردت أن أقوم بالصيانة لموقع أو متجري كيف يمكن لي أن أغلقه مؤقتا وهذا ما أريد أن أبينه في هذا الفيديو في البداية ننتقل إلى موقع الاستضافة وأنا متجري معمول على Hostinger وسأسجل الدخول إلى حسابي على Hostinger هنا على اليسار تظهر لنا في أعلى القائمة WordPress نضغط على السهم ونضغط مرة أخرى على Dashboard تلاحظوا معي هنا منطلون سمود وهي غير معلم عليها يعني أن متجري مفتوح لكن إذا ضغطت على هذا الزير سيتحول لونه إلى اللون الأزرق وسيصبح خيار صيانة مفعل أي أن متجري مقفل وبالتالي نكون قد عرفنا من أين أفتح أو أغلق متجري هذا كل ما في الأمر إذا كانت عندكم أسئلة متعلقة بالتجارة الإلكترونية وتصميم المتاجر لا تترددوا في طرحها على مجموعتنا على الفيسبوك زاد المعرفة السليمة أو تركها في الأسفل في التعليقات لتحصلوا منا على رد مهني يسرني لو قمتم الآن بوضع إشارة لايك لهذا الفيديو والتسجيل في القناة وقوموا بمشاركة هذا الفيديو مع كل شخص يحتاج لرؤيته وأتمنى لكم الكثير من النجاح والأرباح أراكم في الدرس القادم إلى اللقاء